صباحك سعيد ريدالك من المشاهدين يشوفوا في قناة النهار نعم أمينة درجة الحرارة مرتفعة جدا يعني أنا لاحظت الصباح يعني ساعة أربعة صباحا أو رابعة صباحا هناك هواء ساخن وإحنا في أعالي العاصمة يعني في منطقة مرتفعة وش جديد الحرارة بالنسبة لكم حيث صباحة الحق حتى 23 درجة مئوية هي موجة حريج هذا المناطق الشمالية والجنوبية منذ أزيد من 15 نيوم والملاحظ خاصة عن المناطق الداخلية وكذلك الجنوبية وين تفوت درجة الحرارة 44 درجة مئوية خاصة على الولاية الشرقية وكذلك الجنوبية للوطن رأي تفوت 47 درجة مئوية اليوم لشيطة نيريدا رايح تكون أجواء حرارة بإذن الله خاصة على أقصى الجنوب نحو وسط الصحراء ومنطقة الواحد إذا كان ممكن نشوفوا مع الزملاء في الخريطة إذن كما نشوفوا في الصورة راح تكون لجواء صافية عموما ومستقرة بستناء بعض الرعود هذا الرعود موسمية يتخص أقصى الجنوب نحو منطقة الدرار كما نشوفوا في الصورة دايما الرعود ممكن أن يتمد بعض القطارات من الأمطار مع رياح تكون من ضعيفة إلى معتدلة بخصوص درجة الحرارة لتهم كم المواطنين شوفوا ما بعد في الصورة دايما تبقى مرتفعة سجلوا حوالي 40 درجة على منطقة اللغوات سجلوا حوالي 45 درجة رح تسجل بإقصى الجنوب على منطقة أينغزام 47 درجة تسجل كأعلم القياس على أدرار ومنطقة أينصالح 44 درجة بإليزي وجانت كما نشوفوا في الصورة أيضا تبقى مرتفعة بالمناطق الداخلية الشرقية وكذلك الوسطى 41 درجة حتى تسجلوا على منطقة تيزيوزو وستو 30 درجة بكل من قلمة وقسنطينا المشاهدين على بلد محبين يعرفوا حالة التقصر خلال الأيام المقبلة شوفوا مع بعض في الصورة حاليا اليوم لنشاء الله تلحق إلى حوالي كما قلت لكم 30 درجة بتلمسان تسجلوا حوالي 47 درجة كأعلم القياس بمنطقة أينصالح وأدرار يوم الجمعة تبقى ثاني درجة الحرارة مرتفعة كما نشوفون نقدم تسجلوا حتى 44 درجة بعين صالح 40 بمنطقة واتسوف 29 درجة بالرزائر العاصمة وهلان 31 درجة بتيزيوزو وبومردس بالنسبة للوضعية الجوية المرتقة بليوم الجمعة تبقى درجات الحرارة مرتفعة دائما استقرار في حالة التقس وارتفاع في درجات الحرارة القصوى كما نلاحظ في أسوال نقدم تسجلوا حتى 48 درجة تحت الضيل بمنطقة أدرار دائما يقولوا تحت الضيل يعني نزيد وردها 5 درجات تقريبا يعني تقدر تلحق تقدر توت 48 درجة تقدر تلحق حتى 50 درجة مئوية فيما يخص هذه الوضعية الجوية وموجة الحرارة هذه مستمرة على المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية نعم أمينة لكن المواطن ربما يحب يسألي يقولك وش سر الحرارة هذه المرتفعة هل هو هل هذه الأرقام التي مدتها أنت الحرارة المرتفعة هي أرقام موسمية ولا هناك سبب ربما منها موجة ريح ساخنة جاية ربما من أقصى الصحراء أو حرائق ربما إلى غير ذلك نسأل الحرارة بهذا الشكل رهيب في هذا الوقت هي عادية ريدا كل عام في هذا الوقت نعيش أجواء حرارة هي درجة حرارة تعودنا عليها ككل سنة هي جاية من أجواء الحرارة هذه جاية من المناطق الجنوبية نتيجة طيارات جنوبية تتجه المناطق الشمالية وليت أطر حتى على القرى الأوروبية كما كنا نشوفه في التقرير السابق ريفية أجواء حرارة على المناطق الأوروبية خاصة فرنسا ومجاورها يعني هي درجة حرارة استثنائية وغير اعتيادية على القرى الأوروبية أما على الجزائر فهي عادية ولفنا هذه الوضعيات الجوية فقط فضل ريدا فقط في وضعيات جوية كما هذه نصحه برك المواطنين ما يتعرضوش لأشعة الشمس ويشربوا بزاف الماء وخاصة أنه شفنا أيضا بالأمس ليلا يعني ومساء وحتى الليل في المدية حرائق يعني موجودة سمسيت أيضا فيها النيران ربما قد يزيد الطيم بالله يعني حرارة فوق حرارة أكيد يعني كان فيه إشارة لحرائق الغابات خلال هذا الفترة اللي ريتشهدها خلال موجة خلال الليل وعليه نصحهم يروحوا غير بالعقل في الطريق نسبة الرطوبة أيضا رهي مرتفعة على السواحل وهي اللي يتخلل الأجواء خانقة واتقيلة طبعا رحي تكون فيه لنا أكثر تفاصيل خلال نشارتنا الجوية اللاحقة وعموما موجة الحر هي مستمرة ليحبين يروحوا للبحر هذا اليام قولنا بالبحر رحيكون من هذا إلى قليل إتراب يعني أنها حال فعلنا أكيد حال فعلنا نتمنى وطبعا الحيطة والحذر للمواطنين ولا يتعرضوا لضربات الشمس خاصة أوقات الدروة نعم لأنها فعلا ممرضة جدية خاصة لكبار سن والأطفال نعم